وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 471 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 137 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 90 طن كما تم ضبط أكثر من 41 طن في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأسيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 712 قضية من بينها 90 قضية خبز ناقص الوزن و63 قضية خبز غير مطابق للمصفات اشتركوا في القناة